ايضا بيرس تاو حكاية في النادي الاهلي بيرس تاو عشان بحراك عارف عقده ينتهي مع النادي الاهلي بنهاية الموسم اللي جاي النادي الاهلي عشان هما بيشتغلوا باحترافية كبيرة بصراحة في النادي الاهلي يقول لك لأ انا مش هسيب بيرس تاو الموسم اللي جاي لحد ما عقده يخلص ويمشي من عندي ببلاش فالاهلي شغال على فكرة انه بيستمع لعروض بالنسبة لبيرس تاو لو يقدر يبيعه في فترة الانتقالات الحالية يستفيد منه مديا علشان ما يمشيش بمقابل او بعدم مقابل او بدون مقابل عفوا في نهاية الموسم القادم وده شيء زكي وشيء محترم وده بيعمله معظم الاندية في العالم انك انت لو اللعيب وكان على فكرة مفروض يحصل مع كاليا ينبابيه بس يضايب باريس سان جيرمان تمسكت بكاليا ينبابيه لنهاية عقده ففي الاخر رأي ريال مدريد فري رغم انه كان جاي له عرض من ريال مدريد قبل ما ينهي عقده مع باريس سان جيرمان بسنة ففي اخطاء بتحصل في الامور ديت بس انا ما اعتقدش الاهل هيقع فيها وان كان الاهلي ينتظر عرض مناسب لبيرس تاو وما جاش العرض المناسب فبيرس تاو ميكمل مش اعلها لا يامليه وخلاص هيكمل شهر شكرا